بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في قناتكم ومن يوزر الأخبار الرياضية إذن قبل البداية لا تنسوا الضغط على زل الاشتراك والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد إن شاء الله كشفت صحيفة دوسون البريطانية بأن إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي تسعى للتعاقد مع الظاهير الأيمن الجزائري يوسف عدال خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة إن شاء الله وبعدما تأكدوا بشكل رسمي بأنه تم رفع عقوبة الحرمان من التعاقدات على النادي الإنجليزي فإن تشيلسي يستطيع ضم لاعب في الميركاتو الشتوي المقبل وعليه فإن صحيفة دوسون البريطانية أكدت بأن يوسف عدال لاعب نادي نيس بالإضافة إلى شيلويل لاعب ليستر سيتي وكذلك خسي جايا لاعب نادي فالونسيا الإسباني هم أهداف نادي تشيلسي التي يسعى المدرب الإنجليزي فرانكلون بارد للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية من أجل تعزيز صفوف البلوز نادي تشيلسي الإنجليزي إذن نتمنى أن نرى يوسف عدال في نادي كبير إن شاء الله أعزائي المشاهدين أشكركم شكرا للمشاهدة دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته شكرا للمشاهدة